السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في قناة بويانا اليوم موضوعنا عن مكافحة الفئران لكي تبدأ في مكافحة الفئران عليك أولا بسد الثغرات الموجودة في المنزل يعني اذهب إلى المطبخ وشاهد المؤسير والأنابيب تمديدات الصرف الصحي يجب عدم وجود أي ثغرة في هذه الأنابيب أو مخرج الفئران سواء من ما يسمى بالبوليع أو علب المياه يجب أولا وضع رداد وما يسمى هذا الرداد كما يسموه هذا يسمح بغروج المياه ودخولها إذا كان موجود هذا الرداد على الأنبوب الرئيسي للمجاري فهذا يمنع من دخول أي شيء من الخارج يجب يجب الانتبار من أي فتحة سواء كانت فتحة أنابيب الغسالة أو الثلاجة أو المكيف من الشغلات الهامة التي يجب فعلها هو أن تقوم بإغلاق أنابيب الحمامات الحمامات هي بيئة خصبة للفئران فيجب وإذا خاصة كنت في الطابق الأرضي يجب الانتباه إلى كل شيء منطقي وغير منطقي هناك حلول أخرى الحلول هي كالتالي يوجد أجهزة إذا أردتم أن أقول لكم عنها يوجد أجهزة تبعد الفئران هناك أجهزة تستخدم ترددات صوتية هذه الترددات تعمل على نفور الفئران والقوارد والزواحف بحوالي تغطي 200 متر مربع فالفئر يسمى هذه الترددات فينزعج فيهرب فأنا أنصح بهذا الجهاز إذا أردتم ضعوه في التعليقات وأنا سأوفر لكم هذا الجهاز وروابطه وكل شيء للتخلص من الفئران الموجودة في المنزل أولاً يجب شراء إما تسمى دفاتر السمغ عندها تضع الأكل عليها ويأتي الفئر فيلتصق بها وإذا كان الفئر هو جرز كبير يجب عليك أن تجلب وتشتري الشبك هذا الشبك عندما يطل فارد داخل هذا الشبك يغلق عليه وأجبر يعني أثبتت نجاح نجاح هذه الفكرة بكل أريحية تمام هناك شيء يدعى الفونيك هذا الفونيك يوجد منه تجاري ويوجد منه يعني قوي يقدر سعره بعشرة دولار هذا ينفر كل الخشرات والنمل والقوارد والزواحف وكل شيء غير مرغوب به في المنزل أي سفسار يريد تعملوا لايك وتعليق وإحنا راح نرد عليكم في أقرب وقت بنزل شكرا لكم على حسن المتابعة اشتركوا في القناة